يواجه رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو حزمة من الضغوط الداخلية والخارجية ضغوطات بدت تضيق عليه هامش الحركة والمناورة في قضايا يعتبرها حيوية فقد أعلنت 26 دولة أوروبية رفضها العملية العسكرية التي يخطط نتنياهو لتنفيذها في مدينة رفح وهو موقف أوروبي ينعطف على مواقف إقليمية ودولية أخرى حذرت حكومة الاحتلال من أي مغامرة بهذا الاتجاه ويأتي هذا الموقف الدولي والإقليمي الرافض لعملية رفح في وقت ينقسم فيه الرأي العام الإسرائيلي بين مؤيد للعملية ورافض لها يعتبرها تضاع الأسرى لدى المقاومة في وضع خطير قد يؤدي إلى مقتلهم واعتبرت منظمات دولية بينها العفو الدولية والأمم المتحدة أن عملية في رفح ستسفر عن مذابح مروعة فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة فضلا عن تداعيات على الأوضاع في المنطقة ومع مقام من الضغوط على نتنياهو انطلاق جلسات مرافعة أمام محكمة العدل الدولية بدأت الاثنين بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في مخالفة للقوانين والقرارات الدولية ويتخوف الاحتلال من إعلان المحكمة أن سيطرة إسرائيل على العديد من المناطق غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية ما يعني اعتبار أعمال المقاومة مشروعة وفق مبدأ حق تقرير المصير مشاهدينا وأرحب بضيفي هنا في الستوديو سيد محمد أمين الكاتب والإعلامي الفلسطيني أرحب بك سيد محمد لو بدأت معك بهذا الموقف الأوروبي الجديد 26 دولة أوروبية ترفض الهجوم على رفح كيف تقرأه في أي سياق نأتي شكرا أستاذ زياد طبعا الموقف الأوروبي إلى حد بعيد بدأ يشهد تغيرا كبيرا خاصة مع استمرار إسرائيل في جرائم القتل والإبادة دون تحقيق أي من الأهداف التي قالت أنها تسعى إلى تحقيقها هذا واضح أن هناك رقعة الغضب من السلوك الإسرائيلي ومن فداحة الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة بدأت تتصاعد وبدأت تتسع هذا جنب إلى جنب مع الغضب في الرأي العام واتساع رقعة الاحتجاجات والتنديد في الرأي العام أتحدث عن رأي العام للأوروبي جعل هذه الحكومات تشعر بالحرج لكن إذا هذا الموقف الأوروبي نحن أمام موقف أمريكي صلف في دعمه لإسرائيل وأخير الفيتو الذي قبل قليل رفعته الولايات التحدة الأمريكية وأفشرت بموجبه المشروع الجزائري الداعي لوقف إطلاق النار ما يعني أن الولايات التحدة الأمريكية ترغب في تجويع الشعب الفلسطيني وفي مزيد من جرائم الإبادة ما يعني أن أمريكا شريكة في حرب الإبادة التي تجري ما يعني أن هذه الحرب كما قلنا منذ اليوم الأول هي حرب أمريكية تخطيطا وتفصيلا وإدارة وتنفيذا وأن هذه القنابل التي تتساقط على رؤوس الأطفال والنساء هذه كلها تجري بقرار أمريكي وكذلك زيادة المهم في هذا الموقف هو أن هذا الموقف الأمريكي أيضا يضرب عرض الحائط بكل ما بات يعرب بمنظومة حقوق الإنسان لم يعود أحد اليوم يصدق الولايات التحدة الأمريكية ولا أحد مستعد أن يستمع لمحاضرات أمريكا عن حقوق الإنسان أو عن الحريات أو عن غيره وأن هذا الموقف فضح هذه المعايير المزدوجة وفضح سياسة الولايات التحدة الأمريكية التي تدعم اليوم تجويع الأطفال وقتلهم ومنع وصول الطعام لهم وأيضا مزيد من القتل والذبح للشعب الفلسطيني طيب كيف نفهم هذا الموقف الأمريكي الذي يبدو على الأقل ظاهرا بأنه متناقض فيتحفظ على عملية في رفح ويدعو إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وهناك حديث عن خلافات بين بايدن ونتنياهو في الوقت ذاته يرسل الدعم العسكري لدولة الاحتلال ويستخدم الفيتو في مجلس الأمن هو ليس متناقض هو منافق هذا موقف منافق لأن أمريكا منذ اليوم الأول وحتى الآن تواصل مد إسرائيل بالسلاح وبالعتاد وبالقنابل وبكل أنواع وأشكال الأسلحة الفتاكة وبالتالي كل الذي يتساقط على رؤوس الأطفال والنساء وهذه الأسلحة الفتاكة التي تستعمل هي أسلحة أمريكية إسرائيل لا تستطيع أن تصمد في هذه الحرب يوم أو يومين إذا ما أوقفت الولايات التحدة الأمريكية مدها بالسلاح وبالتالي حديث الولايات التحدة الأمريكية عن رغبتها في الوصول إلى صفقة أو عن رغبتها بالوصول إلى هدنة يتناقض تماماً مع مواقفها فيما يتعلق بدعم إسرائيل سواء على المستوى السياسي بالغطاء في مجلس الأمن أمريكا ضد وقف الحرب كيف سيكون موقفها في المفاوضات الهدنة مع وقف الحرب بالعكس أمريكا تريد استمرار الحرب وهي تتماهى في هذا وتشكل توفر الغطاء وهي تذهب بعيداً باتجاه استكشاف ما هي المطالب الإسرائيلية ثم توفر الغطاء لإسرائيل لمواصلة حربها وفق لما تراه إسرائيل مناسب هناك فقط حسابات أمريكية لها علاقة بموضوع الشأن الداخلي هناك تغير طفيف جداً بدأت تشعر به الإدارة الأمريكية جراء تأثير هذا الملف على الانتخابات وعلى فرص بايدن في الفوز في الانتخابات خاصة مع وجود قطاع عريض في رأي العام من الشباب وخاصة في حزب الديمقراطي الرافض لاستمرار الحرب فهناك تغيير طفيف في اللغة وليس في السلوك والممارسة وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تغيير حقيقي في الموقف الأمريكي لأنه رغم هذه الفضفضة التي تحدث عنها بايدن من أنه الرد تجاوز لحدود المعقول إلا أنه عملية هذه الفضفضة وهذه انتقادات لفضية ولم تستعمل إلى الابتحدة الأمريكية أي أداة من أدوات الضغط وليست في صدت كما يبدو استعمال مثل هذه الأدوات هذا الموقف الأوروبي يأتي واضح أنه يأتي في سياق تغييرات في المواقف الدولية استمعنا إلى رئيس البرازيل ومعروف موقف جنوب إفريقيا والعديد من الدول الأوروبية والكثير من دول العالم والأمم المتحدة أيضا ومحكمة العدل الدولية إلى أي مدى كل هذا يشكل ضغطا على نتنياهو وعلى دولة الاحتلال باتجاه وقف عدوانها أم أنه الولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة الفصلة طبعا هو لا يشكل ضغط يشكل ضغط في معنى في الرأي العام الدولي لكن على نتنياهو لا يشكل هذا ضغط لأنه نتنياهو أصلا لا يعترف بمحكمة العدل الدولية ولا يعترف بالحقوق والقوانين الدولية ولا حتى هو عابئ فيما يتعلق بمواقف الدول الأوروبية هو لديه سياسة واحدة لها علاقة باستمرار هذه الحرب الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على نتنياهو من شأنه أن يوقف الحرب هو وجود قرار أمريكي وليس انتقادات كما جرت خلال الشهر الماضية فضفضة أو تصريحات لفضية هذا لا يؤثر على نتنياهو ولا يؤثر على حكومة الحرب إنما الذي يؤثر إما قرار أمريكي مباشر بوقف التسليح وبالتالي طلب مباشر من أمريكا إسرائيل بوقف الحرب هذا لم يحدث أو تغير داخلي في إسرائيل من شأنه أنه يعيد برأخرى قلب الطاولة على نتنياهو بمعنى وجود انشقاق داخل حكومة الحرب أو وجود اتساع رقعة التظاهرات داخل إسرائيل وانتداد مظاهرات أهالي الأسرة وانضمام قيادات ونخب سياسية إسرائيلية هذا يحدث لكن ببطء واليوم هناك استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية ويسمى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يتحدث عن أنه قرابة 70% من المجتمع الإسرائيلي يدعم وقف إمداد غزة بالمساعدات هو يعارض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إذن بمعنى أو بآخر فإنه هناك مازال هناك إجماع لدى إسرائيل على مواصلة الإبادة ولم يشبعوا كما يبدو حتى هذه اللحظة من دماء الشعب الفلسطيني يعني الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأنه أو الحكومة أو المركز الحكومي في قطاع غزة أعلن اليوم أنه منذ عشرة أيام لم تدخل سوى تسع شاحنات إلى قطاع غزة ومعبر رفح بالتأكيد هو شريان للحياة يعتبر لقطاع غزة المصريون يعلنون براءتهم من إغلاق معبر رفح من المسؤول إذن برأيك؟ طب إذا المصريين يعلنون براءتهم من إغلاق معبر رفح من يغلق معبر رفح؟ أنا أو أنت لا أعرف من يغلق معبر رفح حقيقة الموقف المصري موقف متناقض وبات مكشوف اليوم لأنه هناك حديث مصري عن أنه القاهرة لا تغلق المعبر بينما الإسرائيليون والأمريكيون وكل المراقبين قالوا أنه هذا معبر مصري المصريون يتحدثون عن رفض موضوع عملية رفح ثم نسمع تقارير إعلامية عن تنسيق استخباراتي وعسكري بين القاهرة وتل أبيب نأمل أن يكون الموقف المعلم من القاهرة هو موقف ثابت وحقيقي بمنع عملية عسكرية في رفح لكن الحقيقة لا نسمع تهديدات مصرية لإسرائيل بأنه إذا أقدمتم على العملية البرية فمثلا سنعلق أو سنلغي تفاقية كام ديفيد أو فأنه نحن سنعتبرنا تهديد الأمن القومي أو أن الجيش المصري سيكون في مواجهة الجيش الإسرائيلي هذا لم نسمعه وبالعكس سمعنا سامح شكري وزير خارجية المصري يهدد حماس ويقول أنه حماس خارج الإجماع الوطني لا أعرف ما هو الإجماع الوطني إذا لم تكن حماس وفتحهما جزء من هذا الإجماع الإجماع الوطني هو الإجماع على الفصائل الفلسطينية وفي قلب منها يعني حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة وبالتالي لا أعرف ما هو معنى تصريح وزير الخارجية المصري وإنما هذا التصريح يأتي في سياق الضغط على المقاومة الفلسطينية وفي سياق وكأنه تقديم شرعنا لما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة ومن جرائم وكأنه الشعب الفلسطيني لأنه يقاوم الاحتلال فإن إسرائيل من حقها أن تبيده وليس العكس بأن ما تقوم به الشعب الفلسطيني هو الوضع الطبيعي لشعب تحت الاحتلال يقاوم الاحتلال ويرفض نظام الفصل العنصري ويرفض إبادة المحتل لمواطني وبالتالي هذا الوضع الطبيعي وبالتالي أنا أعتقد أن هناك تناقض كما هناك تناقض في الموقف الأمريكي هناك تناقض في الموقف المصري وأحياناً يربط المراقبون بين المفاوضات وبين تقليص عدد المساعدات بمعنى كلما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الضغط على حماس للقبول بالشروط التي ضعها نتنياهو كلما ترافق ذلك مع تخفيض وتقليص لدخول الشاحنات يعني خلال عشر أيام اللي كان فيها هناك حديث عن أن حماس تواجه ضغوط من قبل الوسطاء من أجل تليين شروطها كان أحد هذه الوسائل هو تقليص عدد الشاحنات لم يدخل خلال عشر أيام من ثلاثة لأربع من ثلاثة ساعة شاحنات فهذا واضح بأنه يتزامن الضغط وكأن الضغط يستعمل سياحة تجويع وتقليص دخول المساعدات يستعمل من قبل إسرائيل وأيضا من قبل الطرف المصري كوسيلة للضغط السياسي لتقديم مزيد من التنازلات رغم أن المفروض أن مصر ليست حتى وسيط وإنما هي داعم للشعب الفلسطيني في وجه هذا العدوان وهذا يسهل بشكل أو بآخر المخطط الإسرائيلي لتهجير الناس دعني أنتقل إلى حيفا وينضم إلي من هناك مشاهدين السيد عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أرحب بك سيد عوض في الوقت الذي يعيش فيه قطاع غزة مجاعة غير مسبوقة وتفشي للأمراض وعملية تعطيش وانتهاء الأدوية وحتى أن التقارير تتحدث عن أن الغزيون باتوا يأكلون طعام الحيوانات يأتي هذا الاستقصاء الذي أشار إليه سيد محمدونة حول أن ثلثي الإسرائيليين يؤيدون منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة هذا الاستقصاء وهذه النسبة 70% تقريبا من الشارع الإسرائيلي يرفض إدخال المساعدات عما يعبر برأيك هذا طبعا 70% فعلا الإسطلاع يقول 70% يعترضون على أي نوع من المساعدة لأهل غزة الذين يطردون العلمية إبادة على مدار السعر هذا المجتمع نشأ على أي درجية تقص الآخر وتتعامل مع الآخرين كأنهم ليسوا بشرا أو دون اليهود ولذلك الموقف الذي جسده هذا الاستقصاء وكل المواقف التي شاهدناها في الأشهر الأخيرة ومنذ اليوم الأول والذي عبر عنه قادة إسرائيل حكام إسرائيل والإعلام وكل المؤسسات الإسرائيلية عبرت عن ذلك بأن هناك إسرار على تنفيذ الأيدولوجية الصهيونية الأساسية التي قلت منذ البداية أن فلسطين أرض بلا شعب وبالتالي إن تقول ذلك وليس نابعا من جهل النبا هو تعبيرا عن الرؤية الإبادية المسبقة يعني كان هناك تصميم مسبق وطبعا تعرضت اليهود الذين قدموا إلى هنا ومعظمهم قدموا هروبا من أوروبا تعرضوا لعملية شط دماغ بأنهم هم أصحاب الأرض وحين حصلت عملية أكتوبر 7 أكتوبر طبعا تفجر كل هذا الحقد الدفين وهذه الروح الانتقامية المتجددة في المجتمع الإسرائيلي لتعبر نفسها على هذا النعو لذلك ليس صدفة أن تعود اليوم أصوات كثيرة في العالم يتشبه ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة بما قام به هتلر ضد اليهود في ألمانيا وفي الدول الأوروبية أخرى وآخر أخذ هذه التصريحات كانت من الرئيس البرازيلي دي سيلفا لولا وهي أكبر بلد في الأمريكا اللاتينية مع أن هذا الرئيس في الأيام الأولى للحرب وقف إلى جانب إسرائيل وكانت تعفل البرازيل عن نفسها بأنها دولة محايدة كانت دائما حقيقة البرازيل بظل الحكم اليساري مع القضية الفلسطينية لكنها أيضا كانت صديقة لإسرائيل ولكن حين تجلّبت هذه الروح الوحشية الإبادية لم يعد بالإمكان لكل ضمير أن يسكت أو أن يتردد في وصف ما تقوم به إسرائيل بالإبادة وجدت المحكمة الدولية لتؤكد ذلك وها نحن الآن اليوم أو في الأيام الأخيرة منذ الأيام الأخيرة نقوم في مرافعات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على احتلالها لأرض فلسطينية حسب القانون الدولي هي أرض محتلة وليست لها مع أن كل فلسطين هي مسروقة ومنحوبة ولكن وفق القانون الدولي أن الأراضي 67 هي أرض محتلة وهي تحاسب الآن وهي إلى المرة الأولى تحصل في تاريخ هذا الكيام الذي الآن يواجه معضلة حقيقية فلا نرىها تترجم حقيقة على أرض الواقعة للأسف وتوقف المجزرة ولكنها عن مدى المتوسط والبعيد فإنها ستنال من شرعية هذا الكيام بل ستنال من وجوده نعم سأعود إليك سيد عوض سيد محمد أمين كنا نتحدث عن مصر ومعبر رفح وهناك طبعا كما هو معلوم تهديدات إسرائيلية بعملية عسكرية على رفح في ظل الموقف المصري الغائم مستشار الرئيس الأمريكي يزور القاهرة وتل أبيب من أجل بحث موضوع معبر رفح هل هو من أجل التنسيق في هذه العملية أم محاولة وقفها برأيك؟ شوفوا الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل مطلقا أنها ضد عملية رفح ولم تقل مطلقا أنها ضد اشتياح رفح لكنها تتحدث عن ضرورة وجود رؤية وخطة واضحة قبل الاشتياح بمعنى أن هذا تصريح لإسرائيل وموافقة وحتى كون الدول الأوروبية لم يبانع أحد عملية رفح لكنهم مانعوها في اللحظة الحالية دون وجود خطة والولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تقول أنه ينبغي أولا أخذ الاحتياطات بأنه لم يقتل مدنيين ثم تفضلوا واشتاحوا رفح ويجرفوها وبالتالي يجب الانتباه والحذر للموقف الأمريكي وحتى الموقف الأوروبي بأنه ليس هناك فيتو بمعنى أنهم ضد عملية رفح بالمطلق لكن ضد عملية رفح الآن دون توفر شروط معينة بين قسين حماية المدنيين المصطلح الذي لم يعود له أي معنى لأنه طوال خمس شهور كانوا يكررون هو كان يوميا يتساقط ثلاثة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني أنا أعتقد بأنه هناك محاولة مزدوجة أمريكية إسرائيلية الأمريكان يفضلون أولا الوصول إلى اتفاق هدنة مؤقت تخليص الأسرة ثم إطلاق يد إسرائيل إسرائيل تحت الضغط الداخلي لأهالي الأسرة يحاول جناح داخل إسرائيل الوصول أو الذهاب باتجاه أو يرى بعض الأطراف داخل إسرائيل أنه بالإمكان تأجيل عملية رفح قليلا إلى ما بعد تحرير الأسرة ثم تستكمل العملية لكن برأيي أن الأطراف كلها سواء الطرف الأمريكي أو الطرف المصري حتى هذه اللحظة الحديث هو عن تنسيق وعن تجهيز وعن التحضير للعملية وليس عن وضع فيتو على العملية نفسها وليس هناك صوت يطالب وقف إطلاق النار في أمريكا أمريكا اليوم عمل فيتو ضد قرار في المجلس الأمن يريد أن يوقف إطلاق النار إذن المتحدة الأمريكية لا تريد إيقاف الحرب وإنما هي تريد تأمين أكبر كم من الوقت لإسرائيل لإنجاز ما يمكن إنجازه وحتى لو في النهاية سيتم الذهاب نحو هدنة فيجب في هذه الهدنة وفقا للمنظور الأمريكي أن لا تبدو إسرائيل منهزمة وإنما أن يبدو الطرف الآخر المقاومة هي المنهزمة وأن يكون إيقاف إطلاق وقف يعني حتى المساومة في وقف إطلاق النار المؤقت يساومون به في التطبيع فالحديث كله الأمريكي عن وقف إطلاق النار مقابل تطبيع شامل لإسرائيل وهذا وقف إطلاق نار مؤقت بطبيعة الحال ولا يوجد حقيقة حديث لا في الإعلام الأمريكي ولا على لسان المسؤولين الأمريكيين كلهم من الرئيس الأمريكي إلى كل مستشارينه إلى وزير خارجية أمريكا الذي هو أصلا وزير خارجية في حكومة إسرائيل أنتوني بلينكين لا يوجد أي حديث عن وقف إطلاق النار وإنما الحديث دائما عن هدن نعم طيب سيد عوض منذ أيام الجيش الاحتلال قال بأن الخطط جاهزة من أجل اقتحام مدينة رفح ونحن ننتظر القرار السياسي أو الموافقة السياسية بعدها بيومين بالأمس أو أول أمس قال جيش الاحتلال بأن الخطط تكون جاهزة خلال أسبوعين من أجل اقتحام مدينة رفح كيف نفهم هذا التناقض في موقف الجيش؟ أيش فعلا ينتظر يعني الجيش أولا هو متفق مع نتنياهو على ضرورة هزيمة حركة حماس يعني هذا وعلى استمرار الحرب ولكن هناك أصوات قليلة ربما التي تشكك في إمكانية تحقيق ذلك لكن الحقيقة أن أن الخطة فعلا هي جاهزة وهناك عوائق كثيرة أمام تنفيذ هذه الخطة ليس فقط لأن الطاقم السياسي لا يصادق على ذلك حتى الآن تكتيكيا يعني حتى الآن هو يناول ربما استمرار الحرب والضغط يمكن أن يؤدي إلى أن تستسلم حماس وتوافق على توقيع على الصدقة بجروب إسرائيل ولكن في الوقت ذاته إذا لم يحصل ذلك واضح أن هناك الاحتمال وإن جدا أن تشن الحرب على رفع ولكن هناك كما قلت عوائق كثيرة هناك مثلا أمس قدمت تقرير من الأجهزة الأمنية أو الصحفية إلانا ديان المعروفة هنا قدمت تقريرا قالت أن عرض على الأجهزة الأمنية تقريرا يقول أن لا يمكن هزيمة حماس نهائيا وأن الجيش تعب وضرورة أن تتغير طريق الهجوم يعني عن طريق وقف الحرب بشكل شامل ولا أن تستمر العمليات بشكل موضعي يعني عمليات جراحية ما يسمونها وأن تستمر إلى تحقيق الأهداف وأن تكون الآن الأولوية لإطلاق صراح المحتجزين بأي تمن ولكن حتى الآن لم تحسب الأمور وما زالت معلقة بما يجعل الأرض كما قلنا في وقات سابقة ويعرف الجميع أن ضمود المقاومة هو أساس الأمر الثاني الضغط الشعبي والضغط الخارجي الآن هناك تحولات في المشهد العالمي المحكمة الدولية المرافعات الأصوات التي تغير يعني كل ذلك نابع من الصمود الفلسطيني يعني لو لا الصمود الفلسطيني والوحشية الإسرائيلية التي أبدتها في قمعها وفي إبادتها لشعبنا لما تغيرت هذه المواقف لكثير من الدول ولكن حتى الآن لم نصل بعد إلى ما هو مطلوب فقبل قليل وضعت أمريكا حق النقض الفيتو ضد المشروع الجزائي في وقت الحرب وهذا يدل إلى أي مدى أمريكا متورطة في حرب الإبادة وأن غزة للأسف تحارب ليس فقط إسرائيل إنما تحارب أمريكا فتصور لو كان هناك موقف عربي شريف ومشرب وبنظام المصر تحديدا الذي يقف موقفا مشينا ومعيبا ولا يفي بما تتطلبه مبادئ العلاقة العروبية ولا العلاقة الإنسانية حتى لذلك نحن لا نعرف كيف تتطور الأمور وإلى متى ستأولى كل هذه التصريحات وهذه التحضيرات ولكن كل شيء حقيقة وارد أن يحصل ولكن في هذه الأثناء للأسف المجاعة تستمر والمجاعة حقيقة هي جزء من استراتيجية الإبادة يعني حين تترك الناس أيضا تجوع وتمنع المساعدات فهذا أيضا هو جزء من عملية الإبادة طيب فيما يخص موضوع المجاعة سيد محمد أمين برنامج الغذاء العالمي أعلن اليوم تعليق المساعدات لشمال قطاع غزة الذي يعيش مجاعة حقيقية بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وقال بأنه لأنه الوضع لا يسمح غير آمن وما إلى ذلك في أي سياق يأتي هذا برأيك؟ طبعا ما قالوا ضيفك صحيح مئة بالمئة الحقيقة أن المجاعة اليوم ليست جزء من الحرب أو يعني عارض من أعوارض الحرب وإنما هي استراتيجية ممنهجة إسرائيل الآن تستعمل سلاح التجويع من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره ومن أجل أيضا إنهاء وجود الفلسطينيين في قطاع غزة طبعا تصريح الأمي هو يأتي في سياق الحديث عن الوضع الأمني غير المستقر في الشمال لأن إسرائيل كما كنت تشاهد قبل أمس وحتى اليوم كلما جاءت شحنة من المساعدات كلما أطلقت إسرائيل النار على الجوعة الذين يذهبون للحصول على المساعدات في مشهد حقيقة محزن مبكي يعني تراجيدي وفيه كثير من العار وفيه كثير من الذل وفيه كثير من الإنسانية وفيه كثير من القاع القاعية نحن زياد وصلنا إلى قاع القاع يعني ليس القاع إذا فينا القاع يعني مدى ما فنحن وصلنا قاع القاع هذا عار وهذا مشين وهذا عيب وهذا حتى غير إنساني مش فقط لإسرائيل إن إسرائيل هي عدو هي تقوم بقتل الفرسطينيين وإنما لأمة عربية تتفرج على اليمين وعلى اليسار تتفرج على هؤلاء الفرسطينيين الذين يموتون من الجوع ومن القصف على أطفال لا يجدون الغذاء على نساء حوامل لا يجدون الطعام على شيوخ وشيبة يعني حتى الشيبة لم يعدوا يضعوا لا قيمة ولا يحشموا في الخليجي بيقولوا حشم يا رجل لا أحد يحشم اليوم ولا أحد يغلي ضمير الإنساني ولا أحد يستحي وكل من يتحدث في الإعلام من الدول العربية من الأنظمة العربية هذه لا قيمة لكل حديثهم ولا شرعية لأي حديثهم وهؤلاء مشاركين في حرب الإبادة واللي يريد أن يقول عكس ذلك فليتفضل ليقدم لنا يعني رشدتة ما الذي قدمته الأنظمة العربية أنا ما الذي أريده من هذه البيانات التي لا قيمة لها حتى نادرة يعني حتى بيانات التنديد والشجب نادرة إذن هذه الأنظمة العربية ولا أقول الشعوب الأنظمة العربية متواطئة بشكل كامل في حرب الإبادة والتجويع والقتل والتآمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والحقيقة عار على هذه الأنظمة الأطفال والنساء الذين يقاتلون إسرائيل يقاتلون عن شرف الأمة يدافعون عن هذا ضد المشروع الصهيوني الذي يستهد في المنطقة العربية والأمة العربية والإسلامية الحقيقة شيء عار ومشين ولا يجد حقيقة تعجز زياد الكلمات عن وصف هذا الموقف إحنا سمعنا عن الدويلات في نهاية العصر الأندلسي وتلك الاختتال بين أمراء الحروب لكن لم نكن نصدق أنه فعلاً كان هذا نحن الآن نعيش على الهواء مباشرة هذه الدويلات التي تتآمر مع الخارج مع المستعمرين من أجل القضاء على إخوانهم ويعتقدون مخطئين ودعني إذا هم يشاهدوني أنصحهم يعتقدون بأن هذا الود وهذا الحب وهذا التواطم مع إسرائيل سيحنن من قلب تنياهو والإسرائيليين على تلك الأنظمة لا إسرائيل لا تريد شريكاً في هذه المنطقة وحتى لو قدموا كل الخدمات وحتى لو أبادوا قطاع غزة وأبادوا المقاوة في قطاع غزة لن ترضى عنهم إسرائيل وإنما سيعتبرونهم عملاء لا قيمة لهم وأندال وفي اليوم التالي سيقوم بالتخلص منهم طيب دعنا نشك معنا سيد محمد بركات الباحث في الشؤون الأوروبية ينضم إلي من بروكسل ورحبك سيد محمد يعني المبادئ الإنسانية التي تحدث عنها سيد محمد أمين والتي يرفعها الاتحاد الأوروبي خصوصاً أكثر من أي دولة في العالم ربما الدول الأوروبية ترفع هذه الشعارات إلى أي مدى دفعت هذه المبادئ الاتحاد الأوروبي إلى تغيير توجهاته في الموقف من العدوان على قطاع غزة في الواقع هذه المبادئ لا تنطبق علينا على الدول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية هذه المبادئ مبادئ حقوق الغرب أو المواطن الإنسان الغربي والإسرائيلي بالنسبة لنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى هي تستغل هذه القيم كما يسمونها من أجل تمرير مصالحهم ومن أجل الضغط على الدول العربية وهذا ما فعلوه منذ سنوات ويفعلوه منذ سنوات شرط هناك بند من بنود اتفاقيات مع الدول النامية مع الدول العربية خاصة ضمن إطار الحوار الأوروبي المتوسطي وسياسة الجوار شرط أن تحترم هذه الدول القيم الأوروبية وبالتالي هي تستخدم كأداء للضغط على الدول العربية ولكن في واقع الأمر وما نعيشه الآن ما يجري في فلسطين يدل على أن هذه القيم لا تطبق لا تنطبق على الجانب العربي والإسلامي فبالتالي لا يجب أخذها بعين الاعتبار هي قيم غربية تخص الغرب بشكل عام بالإضافة إلى ما ذكروا ضيدكم الكريم أعتقد لا يجب أن ننتظر أي شيء التغييرات البسيطة التي ظهرت على المواقف الأوروبية والأمريكية ما هي إلا موجهة للرأي العام ومع الأسف غياب جانب عربي قوي كما نقول بالعامية يكشف عن أسنانه في وجه العدو الصيوني فما دام هناك غياب من الجانب العربي ستستمر دولة الاحتلال في تنفيذ مشاريعها والمشاريع لا تتعلق فقط بقطاع غزة والضفة الغربية وإنما يتذهب إلى أبعد من ذلك بكثير ذكرت في إحدى الحلقات السابقة على محطتكم الدولة التي تقوم به بعض الدول العربية في شراء ومساعدة اليهود والإسرائيليين الشركات الإسرائيلية في امتلاك مباني أراضي فنادق حتى أيضا موانئ في بعض الدول العربية وحتى في القدس كان هناك محاولات وتم شراء مباني ومساكن في القدس وتم إعطاها وبيحها ثانية إلى إسرائيليين فبالتالي أعتقد الاتحاد الأوروبي لا يجب أن نعتمد على التصريحات وعلى القيم التي يدعي الدفاع عنها وجدنا خلال الاجتماع يوم أمس ما الذي صدر عن هذا الاجتماع؟ 26 دولة وافقت على وقف فوري لإطلاق النار قد يمتد كما ذكروا ويصبح وقف إطلاق النار نهائي ولكن دولة واحدة رفضت وهي هنغاريا رفضت هذا الابتراح فبالتالي لا يوجد موقف وحتى لو تم تمني بالإجماع ماذا بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يفعل؟ استمعنا إلى سيد بوريل مسؤول عن علاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل عدة أيام وكان في موقف محرج يعني كان يتساءل ماذا بإمكاننا أن نفعل من أجل وقف هذه المجاز التي تجرح حاليا في قطاع غزة فالاتحاد الأوروبي عاجز لماذا هو عاجز سيد محمد؟ يعني الاتحاد الأوروبي تكتل كبير وهو حليف الولايات المتحدة وبالتأكيد له تأثير على قرارات الولايات المتحدة أو توجهاتها لماذا لا يقوم بالضغط بشكل أو بآخر على الولايات المتحدة؟ بالعكس لا أتفق مع ما قلته لأن الاتحاد الأوروبي يتبع الولايات المتحدة الأمريكية هو يعتمد في دفاعه على حلب شمال الأطلسي الممول بشكل كبير بنسبة كبيرة من طبال الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأمريكية متواجدة في بعض دول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يخضع لمظلة العسكرية الأمريكية بشكل أو بآخر فبالتالي هو يتبع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية هو لا يستطيع الضغط عليها وحتى العلاقات الأمريكية الأوروبية كنا نستمع مؤخرا إلى تهديدات الرئيس ترامب الرئيس السابق الأمريكي وأنه في حال عودته للحكم عادة انتخابه سوف يترك روسيا تهاجم ولن يدافع عن دول الاتحاد الأوروبي يعني نجد أن هناك ميزان قوة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية داخل وداخل الاتحاد الأوروبي فبالتالي لا يجب أن ننتظر أي شيء سواء من الولايات المتحدة الأمريكية المعروف مواقفها الاتحاد الأوروبي أيضاً هناك بعض الدول بسبب وجود بعض الوزراء والحزاب السياسية اليسارية فيها ومشاركتها في حكومات اقتلافية كإسبانيا أيضاً في بلجيكا صدرت بعض التصريحات والمواقف ولكن هل هذه المواقف كافية لوقف العدوان كان في السابق ومجرس سنوات مطالبة الاتحاد الأوروبي بإمكانه إذا كانت هناك رغبة سياسية أو إرادة سياسية بإمكانه هناك اتفاقيات الشراكة المتقدمة والتبادل حر بين دولة الاحتلال ودولة اتحاد الأوروبي بإمكانهم التهديد بوقف هذه الاتفاقيات ولكن 40% من صادرات ووردات دولة الاحتلال تأتي من اتحاد الأوروبي لذلك هناك مصالح الصدية ويجب أن لا ننسى وهذا هو الأمر المهم والأهم أنه لا يجري حاليا في غزة وفي فلسطين المحتلة في الضفة الغربية هناك مصالح اقتصادية ألمانيا والدول الاتحاد الأوروبي تريد استبدال الغاز الروسي بالغاز القادم من مناطق أخرى ومعروف أن قطاع غزة يوجد في مخزون 1.4 تريليون متر مكعب من الغاز موجود داخل قطاع غزة والضفة الغربية وشواطئ غزة وهناك اتفاقيات ومشاورات مع بعض الدول وخاصة مع مصر من أجل أن تستورد دول الاتحاد الأوروبي هذا الغاز ولا يمكن استغلاله مدام هناك تواجد فلسطيني في قطاع غزة فبالتالي الموضوع أكبر مما نتصوره وأيضا دول العربية تم التطرق ما ذكره ضيفكم الكريم يعني ما يجري حاليا في فلسطين ما هو إلا قطاع غزة وضفة الغربية خط الدفاع الأول عن دول العربية الأخرى المهددة المشاريع التي تجري في عودة اليهود إلى الأماكن التي كان يوجد لديهم تواجد تاريخي فيها ليت فقط في الأردن في المملكة العربية السعودية وغيرها فكل هذا يعني يجب أن يجعل المسؤولين العرب يصحوا من ويحاولوا مقف هذه المخططات نعم شكرا لك سيد محمد بركات الباحث في شؤون الأوروبية كنت معي من بروكسل لا أدري إذا كانوا سيصحوا أم لا ولكن على كل حال سيد عوض عبد الفتاح إذا كان لا يؤمل أو يعني لا يعول على التغيرات الخارجية أو الضغوط الخارجية إلى أي لوقف العدوان طبعا على قطاع غزة إلى أي مدى الصراعات الداخلية داخل دولة الاحتلال حتى داخل حكومة الحرب حديث عن خلافات كبيرة واليوم صحيفة أارتس قالت بأنه نتنياهو يشكل خطرا على دولة إسرائيل إلى أي مدى وأيضا قضية عوائل الأسرة في قطاع غزة إلى أي مدى كل هذا يمكن أن يشكل ضغطا على نتنياهو من أجل الرضوخ هو حتى الآن حقيقة لم يشكل ضغطا كافيا هذا الضغط الداخلي والأصوات التي تصدر حتى الآن لم تثمر ومازال نتنياهو إتلافه مصرون على مواصلة الحرب طبعا الحقيقة أنه أعتقد أنه ويمكن تحليل هذا الموقف المتعند الذي يتبناه نتنياهو وإتلافه في مواصلة الحرب هو تأجيل ليس فقط محاكمته الشخصية حقيقة إنما العودة تأجيل العودة إلى الصراعات الداخلية التي برزت ما قبل الحرب الحركات الجماهرية داخل المجتمع الإسرائيلي ضد ما يسمى بالإصلاح القضائي كانت تهدد فعلا بتفسيخ المجتمع الإسرائيلي هناك بعض الإسرائيليين والمؤرخون والمؤرخين والمحللين الذين كانوا فعلا يعني يعتقدون أنه ربما إسرائيل تنهر من الداخل لسبب الصراعات الداخلية وليس بسبب الصراع مع الشعب الفلسطيني والأمة العربية وجاءت الحرب طبعا لتعزز هذه التناقضات ولذلك لن تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه يعني كل هذا الكلام عن الوحدة الذي يبث بالإعلام الإسرائيلي عن وحدة المجتمع الإسرائيلي صحيح أنه حاليا هناك وحدة سلبية وحدة حول الدموية في مفاجهة الشعب الفلسطيني ولكن التناقضات الداخلية عميقة وكبيرة ولا شك أنها ستعود وحتى الحرب في نهاية المطار سيكون نهاية هذا الحرب طبعا نأمل أن لا تكون لصالح إسرائيل لصالح الجوع الإبادة وإن شاء الله أنه الشعب الفلسطيني يثبت على أرضه ويصطيع أن يبقى ويقاوم الجوع والإبادة وبالتالي ستكون إسرائيل أمام معضلة حقيقية لأنه يعني إسرائيل مهما فعلت لن تستطيع استئسار فكرة لن تستطيع استئسار رد المقاومة لأنه طالما هناك مشروع استعمال طالما هناك ظلم طالما هناك احتلال لا يمكن لأي شعب حتى لو تمت فرضا هزمت المقاومة في غزي لأنه أيضا سينشأ هناك أمواج من المناضلين وكما هذا يقوله بعض الإسرائيليين حقيقة يعني يحذرون أنه لا تستطيع أن تقتل كل الشعب الفلسطيني ولا تستطيع أن تقتل فكرة الشعب الفلسطيني يقاوم لأنه يريد حريته لأنه معرض لحالة من الجحيم يريد أن يريد حياة مختلفة لأنه محتل بلد محتل سأعود إليك سيد عوض سيد محمد أمين يعني عندما ننظر إلى ما تقوم به دولة الاحتلال اليوم فجأة يتم الحديث عن منع المصلين في رمضان خلال شهر رمضان المبارك من دخول المسجد الأقصى من الضفة الغربية والتضييق عليهم من أهالي القدس المحتلة وفلسطين ثمانية وأربعين كيف تقرأ هذا التحرك وإدخال المسجد الأقصى يخضمنا معادلة هذا الصراع مع الشعب الفلسطيني طبعا هناك زياد حكومة يمينية صهيونية متطرفة يعني يبدو بن يمين نتنياهو هو أسير لهذا التحالف يعني بن كفير وسموترش ومن الصهيونية الدينية لديها مشاريع حقيقية لها علاقة بتصفية القضية الفلسطينية لها علاقة بهدم المسجد الأقصى وإقامة العيكل هؤلاء السياسيون يأتون لسدة الحكم في إسرائيل مسكوني بمشاريع تلمودية دينية وبالتالي هم جدين هذه ليست من المزايدات هم جدون في المضي قدما في محاولاتهم إبادة الشعب الفلسطيني القضاء عليه التهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني وأيضا استكبال القضاء على أو يعني تدبير المقدسات الإسلامية والمسيحية وإعادة بناء ما يقولون هو الهيكل المسجم هذه الأفكار التي تدير اليوم الكابنت في إسرائيل أو الحكومة في إسرائيل بن يمير نتنياهو هو رهينة لهذه الأفكار وتحالف الحاكم قائم على ذلك إلا أنه الحقيقة أنا برأيي وكأنه هناك عقل مختطف في إسرائيل يعني رغم هذا التطرف إلا أنه من ينظر في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل يرى بأنه هذا الاتجاه هو يعجل من حالة الانفجار في داخل الأرض المحتلة ليس لصالح إسرائيل هذا أيضا يؤدي إلى مزيد من انفجار في المنطقة أيضا هذا وكأنه هناك عقل مختطف يأخذ إسرائيل إلى إلى مستقبل مجهول أنا أحيانا تراودني أفكار وأقول أنه وكأن نتنياهو جاء لمشروع واحد هو تدمير إسرائيل وأخذها إلى أقصى اليمين لأنه حتى العالم لم يعد يطيق ما يجري يعني العالم كله يعني مواقف الأوروبية لم يعد يطيق وبالتالي هذا كله لن يكون دون ردة فعل يعني إسرائيل لا تستطيع رغم كل هذا البطش وهذه الوحشية التي تمارسها لن تستطيع أن تواجه انفجار الشعب الفلسطيني في التمانية وأربعين وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الخارج ودعني أن نتذكر أنه تحديدا المساس يعني هذا عصب حساس جدا للشعب الفلسطيني مسألة المقدسات ومسألة القدس تحديدا ومسجد الأقصى ولن تذكر أنه في 21 عندما تفجرت الانتفاضة كان عنوانها القدس فبالتالي المقدسات هذه هي عصب حساس وهي توحد الشعب الفلسطيني كله بمختلف أطيافه وبالتالي فإن نتنياهو باستماعه للمتطرفين في الحكومة هو يلعب بالنار الحقيقة والتي قد تحترق وتشتعل في وجهه وأنا برأيي أنه حتى في أصوات إسرائيلية داخل الصحافة الإسرائيلية تحذر من هذا من الاستماع إلى نتنياهو من الاستماع إلى المتطرفين داخل الحكومة لكن وكأنه هناك فعلا من جاء تحت شعار تخليص إسرائيل وتحقيق النصر المطلق إلى الهزيمة المطلقة لأنه فعلا كما يتحدث الأستاذ عوض ضيفك بأنه هذه الحرب طالت أو انتهت نحن نأمل إن شاء الله أنها تنتهي قريبا وأن يحدث هناك تغير نوعي ينهي هذه الحرب لكن طالت أو قصرة ستنتهي ستعود إسرائيل إلى انقسامات أكثر عموديا وأفقيا مما كان قبل السبع من أكتوبر ستبدأ المحاسبات عن الحرب وعن الإخفاق ستبدأ المحاسبات عن سبع أكتوبر سيتجدد الصراع وهذه المرة سيكون عنيف جدا بين المتطرفين المتدينين والعلمانيين بين الذين يريدون دولة يمنية متطرفة وبين العلمانيين والانقسام حول تعديلات القضائي هذا كله سيعود وبالتالي أنا برأيي فعلا أخيرا بأن محاولة نتنياهو إطارة أبد الحرب هو حتى لا يجيب على اليوم التالي في إسرائيل وليس في الأرض المحتلة وبدأت بوادر هذا الانقسام والصراع في الكنيسة يوم أمس سيد عواض عبد الفتاح بالفعل هناك إعلام إسرائيلي حذرة من أنه إدخال المسجد الأقصى في معادلة الصراع سيشعل حربا دينية ما المقصود بالحرب الدينية؟ يعني أن تشمل العالم العرق والعالم الإسلامي يعني هناك فعلا تخوف والأجهزة الأمنية حقيقة يعني ترفض توجه نتنياهو ولكن قرر نتنياهو أن يحدد الدخول أو يقيد الدخول إلى المسجد الأقصى خلال رمضان شهر رمضان ولذلك يحذرون من إمكانية اشتعال حرب دينية شاملة مع أن الصراع هو صراع سياسي وصراع شعب ضد مشروع كولينيا لاستطان استعماري لمجموعة من اليهود الأوروبين الذي جاءوا من الخارج الآن نتنياهو هي حقيقة يعني ليس بالضبط أنه مختطط لأن الفرق أن نتنياهو لديه نفس المشروع تقريبا في حين أن المتطرفون المتطرفين موتريتش وبنبير وغيرهم يستعجلون تحقيق هذا الهدف يعني نتنياهو أريد أن يحقق هذا الهدف بصورة تدريجية بحيث لا يشعل المنطقة ولا يستبعي رداً واسعاً من الخارج ويمكنه من أن يروض النظمة العربية ويطبع معها وحينها يكون الفلسطينيون معزولين عن الأمة العربية وعن الأمة الإسلامية ولذلك وخاصة أقصد أن نتنياهو عنده نفس المشروع أنه لا يريد أي حق للفلسطينيين يعني لا يريد دولة فلسطينية وهو أعلم جهاراً بأنه ضد أي نوع من حد الاستقلال الفلسطيني وبالتالي وخاصة حين طرحت أمريكا أنه باليوم التالي أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي مع أن خطة الأمريكية لا تعني فتاتم إقامة دولة فلسطينية في الضفة والتفاع كاملة السيادة إنما كيان مشوى منزوع السيادة ومع ذلك هو يرفض ذلك لذلك هو يعتقد أنه الحفاظ على ائتلافه يستطيع أن يواجه هذا المشروع أو التسوية السياسية ويبقى مسيطاً على كل فلسطين طبعاً القانون القومي سنة 2018 الذي سن في الكنيسة في تلك السنة من سنه؟ من وفق عليه؟ اليمين والمركز أيضاً ليس فقط اليمين المتطرف والذي احضره هو المركز حتى لذلك القانون القومي الذي اقتال أن فلسطين حقاً حصرياً لليهود هو إسرائيل الدولة العميقة ككل إذن نحن أمام مشروع صهيون متكامل لا يوجد هناك في الساحة الإسرائيلية من يطالب دولة فلسطينية مستقلة لم يعد هناك ما يسمى يصار كان هناك يصار حتى اليصار الصهيون الذي كان سابقاً لم يقصد بتاثاً بإقامة دولة فلسطينية أو يعترف بحق فلسطين بإقامة دولة من كاملة السيادة لذلك الآن التلاف الحاكم بتامله هو يرفض وحتى المركز المتحالف معه يرفض إقامة دولة فلسطينية في القطاع أما بالنسبة للقدس والسيطرة على القدس وتقييد الحرية العبادة في القدس هو جزء من عملية السيطرة على القدس ومدينة القدس ومقدساتها باعتبار أنها عاصمة أبدية لإسرائيل بمفهوم إسرائيل وبالتالي هو يتمسك بينكبير مع أنه أحياناً طبعاً يحرجه أمام العالم لأنه فضلاً في حين نتنياهو يريد أن يكون مختلفاً في دبلوماسياته مع أن يعني كل هذه الدبلوماسية التي تمتع بها نتنياهو والذكاء والأخيل انهارا في 7 أكتوبر والآن إسرائيل يعني عارية تماماً أمام العالم سواء على مستوى هيبتها العسكرية أو على مستوى هيبتها كدولة ديمقراطية مزعومة في المنطقة شكراً لك سيد عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي كنت معي من حيفا سيد محمد أمين باختصار لو سمحت وصل وفد بشكل مفاجئ من حركة حماس إلى القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى أي مدى هذا يؤشر على حصول اختراق في المفاوضات تصريحات القطرية حتى الآن تتحدث عن أن المفاوضات مازالت مستمرة أنا كما كنت أقول الوئيس تحدي الأمريكية تفضل يعني نوع من الهدنة المؤقتة قبل شهر رمضان والوصول إلى إطلاق لصراح الأسرة حتى في تقارير أمريكية أشارت لأنه هجوم رفح قد يكون في إبريل يعني بعد رمضان فبالتالي قد يكون هناك نوع من محاولة الضغط طبعا على المقاومة لتليين شروطها وللتراجع وهذا كما كنت أقول قبل قليل يتزامن مع تجويع ومع حملة ضغطة جدا إنسانية طبعا هذا كله حتى الآن لا يوجد مؤشرات على حدوث اختراق أو على الوصول الاتفاق لكن إذا ما تطورت يعني المواقف وكان هناك قناعة فعلا لدى أمريكا وحتى لدى حكومة الحرب بأنه من مصلحتهم الهدنة المؤقتة ربما يفضي ذلك إلى الوصول إلى الهدنة لأنه شهر رمضان يعني ليس فقط بالفعل الانفجار داخل الأرض المحتلة لكن حتى في العالم العربي والإسلامي هذا شهر فيه صلوات وفيه يعني تجمع في المساجد وفيه يعني قدسية خاصة وبالتالي لا يمكن أن يتحمل العالم العربي والإسلامي استمرار هذه الحرب بهذه الطريقة فلكن هذا كله عبارة عن يعني توقعات لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يؤشر على أنه ربما يحدث اختراق ونصل إلى هدنة وربما أحيانا أنا أقول أن الخطاب الإسرائيلي فيه نوع من التضليل أحيانا يكون الحديث عن مفاوضات وعن قرب الوصول إلى هدنة وتتفاجأ بأنه مثلا خلال يوم أو يومين تكون إسرائيل قد اشتاحت رفح وبدأت في مجازرها لأنه إسرائيل لا يعني تلقي بالا لأي من التصريحات الدولية أو من التهديدات أو من النصائح لحلفائها قبل يعني طيب في ظل هذا الوضع الذي قرأناه بشكل عام خلال هذه الحلقة والتغيرات في الموازين ربما الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرها وإقدام الاحتلال على إدخال المسجد الأقصى في معادلة الصراع كيف ترى مسارات هذا الصراع ومستقبله؟ حقيقة الصراع على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي والصراع مع هذا المشروع الإسرائيوني هو مستمر بغض النظر عن مآلات هذه الجولة يعني سواء إسرائيل نجحت يعني لا سمح الله في إبادة الشعب الفلسطيني أو في القضاء على مقاومته أو لم تنجح فإنه مسار المقاومة هذا مسار مستمر ومسار صمود الشعب الفلسطيني على أرضه مسار مستمر لأنه منذ 1936 والمقاومة الفلسطينية مستمرة وقبلها وحتى منذ استشهاد عبدالقادر الحسيني في معركة القسطل كان إسرائيل تعتقد بأن المقاومة انتهت ونحن الآن بعد أكثر من يعني 80 عام أو 75 عام هذه المقاومة مستمرة لأنه الصعب الفلسطيني هو أهل البلد هو أصحابهم أصحاب البلاد هم الثابتون وستمدون عليها رقم اثنين الشروع الصهيوني هو مشروع متناقض مع المنطقة كلها وبالتالي بالمدى الطويل لا يوجد له مستقبل لرغم كل محاولات يعني حتى كي الوعي ودمجه في المنطقة بالحديد وبالنار إلا أن الشعوب حتى هذه اللحظة ترفض ذلك أما عن مسارات هذه الحرب فيعني نحن أمام ثلاث سيناريوهات سيناريو الأول أن تستمر وتطول ويزداد الضغط على الشعب الفلسطيني مستعمل إسرائيل وحلفاء كل أدوات التجويع والتقتيل والإبادة أو رقم اثنين أن يحدث شيء مفاجئ ما داخل إسرائيل اتساع رقعة التظاهرات حدوث انقسام ما من شأن الوصول لوقف لإطلاق النار أو السيناريو الثالث أن تتفجر الأوضاع وتتسع رقعة البواجها لأن حتى هذه اللحظة يعني ما زالت الجبهات المحيطة في الصين صحيح ليست مشتعلة لكن هناك رغبة إسرائيلية وقرار إسرائيلي أو يعني رغبة لدى نتنياهو بإطارة أمد الحرب مما قد يجعله يذهب باتجاه يعني توسيعها وإشعال جبهات أكبر الحقيقة الشيء الأساسي هو زياد يعني أخيرا أنه نجب أن لا فقط نركز على موضوع سيناريوهات الحرب وعلى مسألة رفح هناك محاولة تضليل أحيانا تمارس الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالحديث عن رفح بينما نتحدث اليوم عن المجاعة في فلسطين عن شمال غزة وما يعانيه من حرب التجويع عن محاولات التهجير المستمرة حتى هذه اللحظة حول إسرائيل تطبيق مشروع التهجير هذا كله ينبغي أن يكون هناك موقف عربي شعبي ضاغط ومظاهرات في العالم العربي يطرح مليون سؤال لماذا لا يتظاهر العرب في الشوارع الأنظمة هذه عميلة متواطئة لكن ماذا عن الشعوب العربية الذين يشاهدون إخوتهم يموتون بهذه الطريقة هذا تظاهر الشوارع العربية وخروج الناس للشوارع في العالم العربي من شأنه أن يحدث فارقا كبيرا ودعني أخيرا أقول أيضا أنه من يريد أن يطبع من نتنياهو من الأنظمة العربية فليأخذ ساعة فقط ويقرأ كتاب بن يمير نتنياهو مكان بين الأمم هذا الكتاب يتحدث عن مشاريع نتنياهو بأنه لا يوجد أردن الفرنسين سرحين للأردن ولا يوجد دولة لا في غزة ولا في الضفة وأهل قطاع غزة سيرحلون إلى مصر وأنه هناك مشروع إسرائيلي له علاقة بإسرائيل الكبرى في المنطقة فيها العقول الإسرائيلية ورأس المال العربي والإدارة الإسرائيلية إسرائيل والأيدي العامل يريدون إسرائيل مشروع إسرائيل تريد تحويل العرب إلى عمال رخيصي الثمن لدى السيد الإسرائيلي هذا هو مشروع بن يمير نتنياهو عبيد نعم وبالتالي من يعتقد بأنه القضاء على الفلسطينيين من شأنه أنه الله يفتح الباب لتطبيع مع إسرائيل على قدم المساولة مشروع إسرائيل قالوا شمعون بيرز في مكان تحت الشمس وقالوا بن يمير نتنياهو في مكان بين الأمم وهو تحويل هذه المنطقة إلى عبيد وإسرائيل هي السيد وإسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل هذا مشروع إسرائيلي موجود في الكتب وموجود في دماغ نتنياهو وفي أدمغة اليمين الصهيوني الديني الذي يحكم الآن سموتريتش وبينكفير أشكرك جزيلا سيد محمد أمين الكاتب والإعلامي كما أشكركم مشاهدينا على حفظ المتابعة ألقاكم بخير